اهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة سعيدة بأخذكم مجددا إلى بيروت واليوم أسعد كذلك باستضافة قيصر الأغنية والطرب العربي كاظم الساهر شكرا لحضرك معنا شكرا لكم شكرا لدارة سعيدة باستضافتك قيصر الأغنية العربية سفير الأغنية العراقية العندليب الأبيض وأبو وسه ماذا تفضل؟ أفضل كاظم نبقى إذن مع كاظم كاظم أمي سمتني هذا الاسم فكثير كثير يعجبني سنبقى إذن مع كاظم وسوف نحاول خلال هذا الحوار أن نتعرف على كاظم الرجل الإنسان بالإضافة إلى كاظم الفنان لأن هناك الفن صحيح وهناك الإنسان الفن اللي هو ماخذ تقريبا أكثر الزام من حياتنا يعني تقريبا مثل ما نقول الإنسان مظلوم أمام الفن صحيح صحيح لأن لما أنا مثلا بحكم أنا أعمل موسيقتي نفسي يعني كل ألحان القصائد أنا أعملهم كل هم يطلب من عندي وقت كثير كبير ويطلب من عندي أيضا وقت كيف أبحث عن أفكار القصائد ويطلب أيضا لما أجد القصائد يطلب أن أجلس مع الشعراء طبعا جلسات طويلة لأن كثير لما تقرأي في قصائد المنشورة ولما تجي على موسيقتي وأبدأت تلحينها حتشوفي أكفي اختلاف بالكلام صحيح في شعر للإلقاء وفي شعر أن لازم مع الموسيقى يكون أجمل وفي شعر مع الموسيقى ما يطلع بطريقة حلوة لذلك الوقت يطلب من أنه كثير طويل حتى في سبيل نحقق إنجاز قصيدة وسوف نعود إلى ذلك لأنك معروف بشيء كاذم هو أنك تحب التعامل مع النص وتأخذ وقت طويل للتعامل مع هذا النص لاحترامك ربما للقصيدة والشعر صحيح بس بعض المرات أكوى مثل طفل مثلا أغنية جديدة عملتها قبل كم يوم رحنا على كان عندنا حفلة ما كانت ضمن منهاج أنه أقدمها اليوم مرة أدخل سعودية جمهور السعودي أغني لوجها لوجه فحبيت أنه أن يكون أغنية جديدة فبنفس اليوم تقريبا أنجزتها رح تقدمتها على المسرح وقعت في أخطاء طبعا اللغة لأن اللغة محتاجة إلى مستشار لغة وحتى في سبيل طبعا للمرات حتى لما كنت أتصل بالأساد نزار قباني بتحريك الكلمات فيها مرات يقول لي لا انطيني ساعة وأرجع أتصل فيك يعني حتى أساد نزار قباني يروح يراجع للمعجب يروح يدقق حتى في سبيل فمرات أقع بالأخطاء أنا لأن أرتجل مرات أرتجل لأن أفرح الجمهور واللغة العربية صعبة كذلك صعبة جدا فأقع في أخطاء للأسف ومن يحاسب لي جمهوري أولا وأعتقد أن الجمهور يعني يعني يلاحظ حتى لو كان هناك غلط صغير لأن مرات ننفعل أثناء طبعا يلاحظ ننفعل أثناء الأغنية جديدة وننطلع عن المسرح نغني بعدين أنزل المسرح أنا قلت شو عملت في جملة هذه سهلة يعني كيف أنا حركتها في هذه الطريقة فيتصلون أنا أعرف أجاوبهم أعرف ما أعرف ما ستجاوبوني أنه أنا غلطت بها العرب أوكي أنا آسف حصل لها عندي علم يعني طيب أنت عراقي الأصل إذن كاذم ولك علاقة خاصة بالعراق سوف أعود إليها بعد قليل لأن أعتقد أن يجب أن نتوقف عند هذه العلاقة لوقت ولدت وترعرعت في كان في عائلة عراقية بسيطة الوالدة بالفعل والوالدة تحدثت عنها منذ قليل وسوف نتوقف عند هذه الوالدة حدثنا في البداية عامة عن العائلة التي ولدت فيها مع الإخوة والأخوات والوالد والوالدة قبل أن نتوقف عند الوالدة يعني أنا رقم سبعة في العائلة يعني ما شاء الله إحنا تقريبا إحنا ثمان أخوان وأختين ولدت في منطقة بالشمال العراق في مدينة الموصل يعني بحكم والدي كان يتنقل من محافظة لمحافظة فكلما يروح محافظة واحد من أخواني في الجنوب وأنا في الشمال وقسم في بغداد عائلة جدا بسيطة كنا ولدت في منطقة يعني من أفقر من الأحياء في الموصل كان والدي يعني يعني يعمل وكل الكل معتمدين فقط على شخص واحد أنه حتى يعيل هذه الأسرة المتعددة الأفراد أي طبعا لأن ما شاء الله يعني ثمن شباب وأختين أسئولية كبيرة أسئولية كبيرة بس كانت اللي مبتلية أيضا الله يرحمها أمي يعني كانت هي يعني على هذا كنت أختار أغنياتي مرات أختارها يعني أنحاز كثير للنساء كثير كثير يعني حتى حتى من أصدقاء يقول يعني ده طلعت عيون النسوان علينا أنت بصراحة يعني تصعب حياة الرجال تقصد مو أصعبها بس كثير أنا أتعاطف يعني كيف كانت أمي عايشة في هذا البيت الصغير يعني يعني يعدو بمكن غرفة ونص ونحن المجموعة هذه و24 ساعة هي تغسل وتطبخ وتكنس يعني كل شي عليها وتربع عائلة كبيرة وحتى أنت تعرفين إحنا من نقلنا بغداد درجة الحرارة تعرفين تصل 55 يعني بأوروبا راح توصل 34 نقول لك راح في صحيح في أشخاص ما يتحملوها أي 34 نحن 55 يعني فكانت في داخل البيت وما عندنا لاير كوندشن ما في كل شيء ما فيه بحقيقة نحكيها مسكينة كانت عندها تهفي يا بصحان يا بورقة يا مقوة وتطبخ في يعني كانت حياة مأساة بصراحة وذلك كنت كثير كانت كثير مأثرة فيها كثير كثير رغم كل هذه الصعوبات كانت حياة سعيدة في هذه العائلة جدا يعني عندما تتحدث عن الوالدة نكتشف أنها شخص وركيزة مهمة جدا خلال حياتها في حياتك أنت حتى أنها ربما هي من لقنك حب الموسيقى والأغاني لأنني سمعت أنها عندما كانت صحيح وكانت تأخذ بيدك حتى لتشاهد إحدى القنوات العراقية عندما كانت الموسيقى فيها نحن كانت قناتين فقط السابعة والتاسعة السابعة والتاسعة صحيح فكان برنامج دائما كثير يعجب قناة سبعة تنزل دائما كلاسكي ميوزيك على طول يعني قطع سمفونية كثير حلوة فدائما مني طلع برنامج تقولهم لا هذا الكاظم فتجيني تعال طلع على البرنامج وتخلي أجلس أمامها وأنا صغير كنت والبقية في تمرد يريدون مشاهدة التاسعة أكيد يعني شوفوني أنه بس طلع حتى كلك علقة فكانت كثير تحترم توجهي في الموسيقى طيب متى اكتشفت أنت واكتشف من حولك حبك للموسيقى وللغناء متى تم ذلك هو بشخصيتي شوية غرابة لأن أنا صغير كنت دائما أستخدم الخيال بشكل كثير كثير يعني مطبيعي كنت دائما كنت دائما أبحث يعني وأنا طفل في الشعر كنت أغني أحاول أقل في روايات بسيطة أحكيها كان عندي صديقة وأنا أمري ست سنوات كنت أحاول يعني بأي طريقة أسوي شيء أنا أعمله بنفسي فراحة بديت أرسم بديت أخوط بديت أتعلم الطين أعمل أحاول وسيعود ذلك بعد الطين ونحط الطين والرسل أي بس بعدين لما شفت آلة جيتار معروضة معروضة بمحل في منطقة اسمها شارع السعدون في بغداد جيتار قلتها يجب أن أشتريها أخذتها لنفسك لنفسي فكان عندي بعض دراجة يعني بايسيكل بعته وشتريتها بالفلوس طبعا كان سعرها أرخص وكان عارضها يعني معرض كان ما يبيع عالات موسيقية كان يبيع على أشياء أخرى بس هو عارضها للشكل فأخذ منك فأخذ الفلوس أضعاف ما كنت تعرف كم سعر أنا فرحت فيها المهمة تعلمت فيها يعني في التجارة لم كنت أحصل يعني معروف عني أبدا ما أبدا طيب هذه البدايات أعتقد أنك بعد ذلك سوف تدرس الموسيقى كذلك نعم صحيح يعني هل تبين لك منذ البداية أن دربك سوف يكون موسيقيا لما القيتار تعلمت في ثلاث أشهر ولحنت قصيدة أخذتها من مجلة فالأستاذ يعني كثير في البداية ما صدقني يعني أنه بس لما عرف أنه أنا لحنتها يعني بما معنى أنه لو احترمت فنك واحترمت نفسك رح يكون إليك شأن كثير كبير في الموسيقى وأنت تقول احترامي كبير لكل من درسني نعم أكيد أكيد يعني مو بس درسني حتى إذا كل من أعطاني معلومة أو نصيحة يعني كل من لقنك أي شيء في الحياة وفي الموسيقى كل أكيد كاذم أنت كنت أعتقد أنك قضيت على الأقل ست سنوات بالجيش العراقي صحيح بالخدمة العسكرية إجبارية هذه كل من كانت الحرب طبعا مع إيران فكل الفريجين خلاص إجباري لازم كل جيش كل جيش طيب رغم ذلك الجيش والخدمة العسكرية لم تبعدك عن حبك للموسيقى وقلت أنه كان لا يمكن إسكات لحني وإسكات موسيقى حتى أن هناك ربما من بعض الذكريات الطريفة أنك كنت تذهب إلى مكان وتخلو بنفسك لتعزف على العود وتقوم ربما بربط قماش على أنفك لأنك جانبا مجاري أعتقد أو شيء حديثنا عن هذه الفترة وعن علاقتك بالموسيقى خلال هذه الخدمة العسكرية لأنه أمر غير يعني غير السهل صحيح يعني إحنا كنا كان عندي حظ أنا لأن كانت يعني كل الجيلي تقريبا استشهد في الحرب أكثر يعني نسبة كبيرة يعني يمكن أقول 90% من مواليدي راحوا اللي تعوق واللي قتل في الحرب يعني فكنت محظوظ أنه أنا كنت حتى لما حتى لما كنا ننام في البيت يعني كنا بأي لحظة احنا متوقعين أنه يعني في خطر دائم خطر دائم طبعا من أول ما بدأت الحرب وحتى في زمن الحصار طبعا هذا بعد ما انتهت الحرب بعدين صار الحصار بعدين صاروا يضربوا بغداد تقريبا 40-42 يوم فكنت معروفة قصتي أنه كنت أعمل في موسيقى كما بنت السلطان اللي هي علم أن يحبك اسمها مدرسة الحب وكنت أعمل في موسيقى كنت أخلل نوة موسيقية في غرفة وكنت أنا نام في غرفة أخرى يعني يعني لو إجت القنبلة أجت قنبلة علينا على البيت وأكتب رسالة أنه أكتب رسالة أنه من يحثر على الموسيقى أن يحترمها الرسالة كنت أحاطة مع الموسيقى وكنت أنا نام في غرفة بعيدة كثير عنها كنت أخب بها فكنت لو تجي القنبلة أنا لو توفيت فالموسيقى موجودة لو جت على الموسيقى حايدها يعني مش مشكلة فكان خطر دائم في العراق وخلال الخدمة العسكرية كان هناك احترام لهذا الحب حبك للموسيقى كثير الموسيقى أنا خلتها بالنسبة إلي رسالة يعني حتى لما كنا نخرج أنا وفرقت الموسيقية كنا نجلس نتحدث معهم ونحن وجه العراق الآن لأننا الصورة الأخرى الوجه الآخر للأحداث الدموية التي ستصير الآن في الإعلام العالمي الإعلام ينزل الوجه دائما عندما يرى العراق يرى حرب عندما يتكلم عن أي بالوطن العربي حيث يتكلم عن قتل وعن حرب فخلينا نحن الوجه الآخر خلينا نحن الوجه الإنساني به أمل وبه إيجابية وفعلا لما رهنا على المسرح وقدمنا قصائدنا اللي أول مرة يشوفون ويتعرفوا علينا نحن أن العراق طلعنا كنت أخذ معي دائما الفرقة العراقية ما أعلم كانت نتوفر في المسيقى بس كنت أنا حاب أن فكانوا يتحدثون يقول أنتم عراقيين صحيح منها إيه عراقية وفرقتك عراقية ويحلف وإحلف وقلت له والله كلهم عراقيين لكن ليه السياسة ولهذا صور داخل داخل إحنا وطننا كانت في صورة أنه عن العراق نمطية عن العراق يعني في الأسف السياسة المرات تشوه طبعا وإعلام طبعا أكيد وبعض الإعلام للأسف إحنا نقول ما يسموه أصفر أصفر صحيح ما أعرف يعني كان يطلعون جزء مع العلم إحنا نريد نثبت أنه العراق وبغداد هي بلدنا ثقافة أدب يعني هناك تشتهر عندنا يعني قبل قبل كم يوم كانوا نزلين في الماخذين صورة لسوق الكتاب المتنبي يبيعهم بس كتب فأكداس الكتب اللي موجودة فكاتب أحد الأجانب يعني مار من هناك وشايف الأكداس أنه ما أحد قافلهم ما فيه شيء يسكر عليهم فأجي على صاحب المحل قال لي أنت كيف قال لي لا قال لي نحن ما نخفل لأن أولا المتقفين العراقيين ما يسرقون والذي يسرق ما يقرأ فما راح يشوف شو بد بالكتاب يعني أبين صورة العراق أنه ثقافة أدب فن كنا نحاول بأي طريقة نظهر الصورة الجميلة طيب هذا يأخذني إلى علاقتك بالعراق أنت عراقي بطبيعة الحال وغادرت على العراق بعد سنوات وسنعود إلى ذلك لكن خلال وجودك بالعراق وعند بداياتك يعني الجميل هو أنه كنت مقدر من الداخل ومن الخارج ومن من يحسبون على النظام ومنهم من المعارضة صحيح 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 كانت المعارضة تأخذ أغنياتي وتبثغت صحيح صحيح وكانوا في البلد يعني لأن دائما أنا أحكي لهم يعني حتى مرات مثلا أسأل لما كان عندي حفلة في أمريكا زمان فلما رجعت البلد بغداد في السفرات الأولى هذه ممكن أول التسعينات يعني فأرجع فتعرفين تقارير مع الأسف تجي تقارير أنه كاظم كان يلتقي مع المعارضة طب فلما أجد خلونا نتسأل معارضة قلت لهم إيه شو المشكلة يعني شو ليش أخاف يعني أنا مع الكل يعني أنا فني للكل وللشعب العراقي يعني بأي كل توجهاته لا الشعب العراقي أنا من أنا 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 أتكلم باسم الشعب لأن الشعب العراقي هو اللي رباني هو اللي علمني هو اللي خلاني أعرف كيف أختار عمالي من معاناته من مأساته من ثقافته وأدبه وقيمة اللي يحملها من حقيقة أنه عطاني عطاني الشيء اللي يجب أن أكون اسمي فعلا كاظم الساهر وما أبر هنا هذا الشيء إذا فعلا حاضر معايا ولذلك حتى لما صارت الحرب ومنعنا أن نروح أي بلد تعرفين العراقي ممنوع يدخل أي بلد عربي كان في وقتها بعد الحصار بعد حرب الخليج فكنت أنا أروح أسافر أغني عندهم أغني الأطفال العراق أغني أتذكر كلما صليت ليلا ملاينا تلوك الصخرة خبزة وساعد ذلك في رفع الحصار إلى حد معنى الفنانين العراقيين صحيح صحيح كان في الإمارات أنه كانت هديتهم أنه فتحوا المجال لكل الفنانين العراقيين كل إذاعات تلفزيون كلهم يرجعوا حتى الموثلين كل الحمد لله أنت استعملت من بركك مطرب وفنان عراقي شهير لمساعدة البقية لأن مرة أخرى جدورك العراقية لم تبتعق لا عفو لا أساعد بقية لكن ساعد ذلك حقيقة لأقول الحق فقط لأقول الحق هذول فنانين رائعين فنانين في العراق عندنا عانوا عانوا ما عانوا يعني عانوا الويل حقيقة عانوا للأسف يعني دمروهم دمروهم بالحرب دمروهم في الحصار ومع العلم رغم هذا الدمار أنه صار الإبداع عندهم ما زالوا مبدعين ما زالوا العطاء المستمر دائما رسالتهم الإنسانية دائما مثل ما هي يعني ما تغيرت يمكن له غير له غير أشخاص يمكن كان انقلبوا صعب خصوصا مع كل هذه السنوات يعني من أنت تقول نحن في العراق تعرضنا لآلام كبيرة البلد والشعب هل الموسيقى والفن في هذه الأثناء يساعد في التشبث بأمل ربما في غد أفضل المفروض يعني نحن دائما نحن دائما نحكي أن الشباك يكون مفتوح نافذة تكون من خلالها فيها فيها تطل يعني هناك دائما أمل طبعا لو ما يكون ودائما هناك هدف لو ما يكون عندك هدف في الحياة وما يكون عندك أمل ما راح فيك ما راح تتقدمي ما راح تتقدمي شيء فإذا تختلط الموهبة إذا تختلط الموهبة مع مع الفكر صاحبها أنه أن تكون هذه رسالة أعتقد سيقدمي الكثير لبلدها وأنا أتمنى أنه أقدر أقدم أي شيء أنه أقدر أساهم به أو أقدر أبين صورة بلدي بأي مكان في العالم فأعتقد يعني قدمنا بكل بساطتنا يعني عملنا عملنا الحمد لله أنه قدر نوصل بعض الشيء بس كان أمن أنه يكون أكبر هل تتبر كازم أنه ربما عندما تلقب بسفير الأغنية العراقية أو الفن العراقي مسؤولية كبيرة لسيما وأنه مرة أخرى كل ما نراه في الإعلام هو سنوات من الحروب والدمار في العراق لكن العراق بلد ثقافة بلد حضارة عريقة صحيح وبلد تعترف له كل الدول وليس فقط الدول العربية بمكانته يعني حتى بمثقفي بفناني إلى غير ذلك فهل أنت تحس أنها مسؤولية إضافية على كتفك لكي تنقل مرة أخرى وتذكر على الأقل بهذه الحقيقة صحيح مسؤولية مسؤولية مش سهلة مسؤولية جدا صعبة بس مرات إحنا مرات ألتج لأمثالنا القديمة في أمثال بسيطة وحكم وفي أشياء تقولها أمهاتنا على بساطتهم يعني مثلا أمي ما تقرأ أو تكتب ولكن لما تعطيك موعظة تعطيك فالسطر تخليه ليش حكت لي هذا السطر في أشياء كثير بسيطة أخذها من الشعب فعلا أنا ليش حكيتلك هذا الموضوع لأن يعني ربا ضارة نافعة مثلا إحنا الضغط اللي صار علينا الضغط اللي يمكن هذا اللي 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 خلاني أؤمن أنه الضربة اللي ما تموتني تعطيني القوة تعطيني القوة تخليني أقوى يمكن هذا الألم اللي كان عندنا واللي أحاط بنا إذا كان من السماء وإذا كان إذا كان من حولنا بكل مكان يعني أعتقد أعطانا أكثر قوة كيف نستخدم مفرداتنا أو كيف ننتقيها أو كيف كيف تأثر فينا لم يصر يأثر فينا أي شيء سطحي لما مثلا بعض الشعراء لما يقدم لك قصيدة يقراها أمامك لما يشوفني هالشكل يمسويه يعني قلت لها سامحني أنه أريد أحكي لك أقول لك الله أنه تدخل من جواي هالشكل فيعني أعتقد هذه خلتنا كيف ننتقي أعمالنا وحتى نقدمها للمتلقي أنه حتى نأثر فيه أكثر لأن مثل ما إحنا أثرت فينا الحياة بس أخذناها بشكل حلو يعني من كسرنا لا أعطتنا القوة أكثر طيب هذا يأخذوني إلى شق آخر من هذا الحوار أود أن نتحدث عن علاقة كاذم الساهر بالنص وبالقصيدة هل يعني بالنسبة لك انتقاء الكلمة مهم جدا بالإضافة إلى الألحان بطبيعة الحال لأنك تقول البداية تكون دائما مع النص وبعد ذلك تأتي الموسيقى صحيح البداية دائما مع النص وأنا يمكن من الفنانين يمكن أنه أكرمني الله بموهبة الشعر وموهبة التلحين يعني ما تنسين أنا كان عمري مثلا 13 وأكتب خواطر أكتب خواطر الشعرية وأكتب الشعر وأقرأ الشعر وأتذوق الشعر لازلت لديك هذه الخواطر كاذم احتفت عليها يعني بعضها على الأقل بعض بس اللي أخدوها مرة أخدها أنا حكيتها في اللقاء أنه أخدها في وقتها كان عمري 13 أخدها شعر خلاها في ديوانه أخذ المعنى أنه أنا أكتبت هددوني بأن أترك عودي وأوراقي وقلمي وحبيبتي وأرحل أرحل إلى ما لا نهاية رحلوهم وبقيت أنا كان هذا عمرك كم سنة؟ 13 سنة فهذه الأشياء كانت كثير يعني يعجبني أكتبها وأحتفظ فيها وكتبت لنفسي كتبت حوالي ما أتذكر 35 أغنية يمكن كاتب لنفسي الأغاني بقسم منها كثير اشتهر اللي يضمني على صدرك هذا اللي هو عليك يجنن يعني كثير بعد الحب بعد العشرة فيه كثير أعمال يعني قدم اكتبتها لنفسي طيب هل أنت صعب في انتقاء القصائد؟ صعب جدا صعب جدا يعني يعني إلا تسألي الأستاذ كريم العراقي من هو أكثر الشعراء اللي هو رفيق درب كريم العراقي منذ ثمانينيات أعتقد يعني من أكثر الشعراء اللي صبروا معي صراحة يعني كريم العراقي يجلس لما يقرأ النص يقول لي أنا ما عرف أفرح ولا أحزن لماذا؟ يفرح لأن نتقينا هاي خلص بدنا فيها ويحزن لأن راح يأخذ راح يأخذ ما عنده وقت عذاب أن هذا السطر لا أنت غير وتأخذ وقت هذا السطر شو رأيك كذا لو أنت عندك أكثر فنظل نتناقش بالناس يقول لي حتى مرات إذني الصرحة الحرارة وصير يعني مرات حتى نشد أعصاب مع بعض بس بعدين من يخلص النص كأنه مخاض يعني ليتولد عمل مئة بالمئة يجبتيها صحيح يعني معاناة فعلا يعني حتى مرات الأستاذ نزار قباني الله يرحمه لما نقرأ السطر مثلا نقول لي ها شو رأيك بهذه السطر فأنا أسكت أخجل يعني حقيقة النزار قباني العظيم لكن تريد يعني أن تطلب منها التهيئة يعني هو يعرفني يقول لي خلاص خلاص من سكة تعرف ما مقدر أي على طول بس يعني ومو بسيط يعني يتصل فيها ورساعة ساعتين وشوف التغيير يبعث لي التغيير حتى بزيديني عشق لتروحي على الديوان مكتوبة قبل ما أولد أنا بس لما تروحي على الديوان حتشوف بيها تغيير تغيرت يعني فأضاف يعني مبدع حتى بمدرس الحب على من يحبك طيب هل هذا ما يجعلك تتعامل عندما تتعامل مع شاعر يدوم التعامل لفترة طويلة يعني وكأنها قصة حب مع شاعر يعني عندما تصل إلى فترة تثق فيها وهو يثق فيك تصبح العلاقة أسهل ربما وتدوم صحيح صحيح يعني مرات مثلا بعض الشعراء في البداية لما أتناقش معها مثلا لو سطر لو شوية يحسها أنه تشنج يعني وأنه بضغط منه بأي حق سلبي وانتقاد سلبي أي حق هذا أنا عملي يعني من حقه أكيد من حقه لكن كذلك من حقك أن يعني أنت طبعا ما هو هذه المشكلة سوف تكون القصيدة بلسانك في موسيقى مع الشعر لازم يكون لازم يكون فد شيء يسموها تتش الريشة الأخيرة يعني لازم الرسمة الأخيرة لازم تكون موجودة حتى وتعجب الأتنين يعني حتى المستمع يستمح بطريقة بسيطة لا تنسي نغني نغني مو بس للمثقفين نغني الناس بسطاء نغني الأطفال فلازم الطفل أيضا يتحمل يعني يسمع قصيدة فمرات يجيبون كلمات مفردات صعبة جدا يعني لو تستبدل بأشياء بسيطة مثل ما كان يعمل الله يرحمه سيد نزار صحيح يعني كان يسوي الشعر مثل ما حكالي الله يرحمه محمود درويش سيد الشاعر العظيم العظيم كنا جالسين بصدفة في الطائرة في السواء فأنا وكنت تعرفه جنبي ولا كان يعرفه أنا جنبي فالمضيفة قالت أنا محظوظة لأنك من عظم من عظم الشعراء وشفتها هو شاف حظن فكان فحكالي صار الحديث قالني زار عمل الشعر مثل يعني مثل الخبز البساطة يعني لأنه يوصل إلى جمهور أكبر بالضبط طيب هل يمكن أن نقول أن بداية النجاح الحقيقة لكاظم الساهل كانت في الثمانينيات تقريبا في أباخر الثمانينيات بالنسبة لك ما الذي تعتبره وما هي الأغنية التي تعتبره هي التي كانت أول نجاح كبير أنا بالنسبة لي لأن لما كنت في محل الدراسات الموسيقية اللي هو سس سنوات دراسة وكان يدرسون المقام العراقي اللي يدرسون الموسيقى على أصولها يعني فلما اشتهرت عندي أغنية لحنت أغنية عبرت الشاط أغنية بسيطة كانت وقبلها كانت كريم العراقي شجاه الناس مسلسل نادية كان هو مسلسل بس أنا أغني البداية فاشتهرت عند الناس حبوها الطريقة أعتقد بالثمانية واثمانين هذه من أغاني المهمة كانت بس عبرت الشاط لما لحنتها اشتهرت كثير يعني بالسرعة كذلك وكان عندي وعاقبوني عليها لماذا؟ كان عقاب شديد بس أنا الحمد لله لأن أولا حكى أنه كيف تلميذ نحن ندرسك وأنت تدرس وتدرس عود وموسيقى وكلاسيك وهذا وجاء يتلحن أغاني شعبي فاتفقوا أنه أنه لازم يطردوني بسبب يطردوني المحاد بسبب بسبب ألحان أغاني شعبية فلحد لنا نتذكر عميد المحاد سالم عبد الكريم قال لك ألحق نفسك يعني أحاول تنقذ نفسك قلت له شنو صار قال لي هاي راح يفصلوك في عدهم كان حفلة في مسرح الرشيد ما رجاء عمليهم للطلاب فقال لي إلحق قالك عمل فمسكت العود لحنت أغنية أني خيارتك فاختاري أنا أعتبرها بدايتي فأنقذتك يعني طلعت على المسرح طبعا طلعت على المسرح وياي عازف الرق محمد لفتلي حدا أنا معايا وكورال وأنا عالعود فلما دخلت قدموني دخلت وقف سيد مونير بشير وكان عميد المحة سالم كيف عملت هالشكل قال بس انتظرت دقيقتي هناك مفاجأة يعني في الطريق بس دقيقتي وطبعا عامل مونير بشير هالشكل الله يرحمه كان رائع طبعا لأن كان يريد الطلاب يكونون بأحسن فغنيت أني خيارتك رائع بطبيعة الحال أول ما خلصت المذهب هذا وقفه صفق ورجعت المحة الحمد لله طيب أود أن نتحدث عن علاقتك بالنزار القباني بطبيعة الحال لأن لديك علاقة خاصة مع الشعراء الذين تختارهم كاذم صحيح ونزار القباني الذي لقبك بالمتسكع أعتقد أحيانا متسكع وبعدين سواها قيصر يعني في النهاية القيصر طيب نزار القباني أخذت منه بطبيعة الحال قصائد عديدة ورائعة حدثنا عن علاقتك بهذا العملاق الحفلة ما غنيت أني خيرتك وبعدين غنيتها بمكان آخر وقلت ياريت أحد يعرف الأستاذ نزار فهو سمع فكان زعلان قال لي كيف تغني الأغنية بدون ما تقول ولم تطلب منه يعني أسف بس لا حكالي لا لا اتصلوا فيها حكولي أنه عملها بطريقة حلوة سمع أعجبه يعني العمال كثير هكذا بدأت العلاقة معه هكذا بدأت العلاقة ورحت لسافرت لندن وكنت أسجل أسجلها لحد لأنني أتذكر بالاستوديو لياسر أحباني في الاستوديو عندهم في لبنان وكنت على التصال معه وابدت أسمعه لا أضيف لها مقام عراقي مقام عراقي قال لي وضيف لها مقام عراقي شي صعب يعني أنا عاملها صح كلاسيك بس يعني حاط شيء بحديث يعني بعد فبدأت العلاقة صارت رائعة طبعا طيب وما ننسى أكيد يعني عزيز الرسام اللي كتب في حفرت الشار طبعا يعني وكلك على بعض من يعني رائعة كذلك وما ننسى أيضا الشاعر الأستاذ سعدل غريري أيضا استعجلة الرحيل وأغاني جميلة وما ننسى كاظم السعدي من الشعراء الرائعين ما ننسى داود الغنام في أغاني يعني ما أنسى كل الشعراء اللي فعلا وقفوا لجانبي وعطوني النصوص رائعة أصبحوا رفاقاء درب كذلك حلقة محطات مختلفة طيب صحيح أن زيدين عشقا كان اسمها اسم آخر ولم تكن زيدين عشقا صحيح جسمك خارطتي صحيح لماذا تغير هو بعدني ما حكي الآن أعرف أنه جسمك خارطتي ما هي قبلوها رقابة قبل الرقابة يعني لا صراحة أعرف خليه أحبك خارطتي يلا بعدين حقيقة وراها احتراما إلى رجعتها بالحفاد أغنيها جسمك خارطتي آه طيب أغنيها وأنا فخور طبع يعني أغنيها وأنا مفتخة جسمك خارطتي يعني مثل ما حكي هو أنه حبيبتي وطن لعني ما في رجل بالعالم يقول أنا ما عندي وطن إلا الرجل اللي اللي ما عنده حبيبة الرجل اللي عنده حبيبة خلص لقى الوطن حقيقة نحكيها يعني على هذا أنا دائما نقول لو أنا استقريت حيكون حيكون وطني وأنت تقول كذلك أنك تأخذ وقت كبير في أعمالك وفي دراسة أعمالك أنا وليلة أعتقد أنها أخذت وقت طويل لأنك تقول كذلك بالنسبة لي الموسيقى هي موسيقى أو الأحان ربما موسيقى تصويرية لعمل أقدمه صحيح يعني هذا ما يجعلك تأخذ الوقت صحيح مثل أنا وليلة أخذت وقت كثير كثير على هذا أنا وليلة المستبدة أخذت خمسة سنوات فلا أعرف إذا كانت أنا معركة أنا وكريمة لكنهم فرحة في النهاية عندما أخذت وقت طويل و الآن لما نتناقش على أعمال لا 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 ما في ما عندي حق للمستبدة لحد طبعا لكنه كان يغير مع الوقت صحيح عندما أنت أخذت الوقت فهو كان يضيف بعض التغييرات إلى كذلك المستبدة صحيح لأن المستبدة في البداية كانت ما كانت هذه البداية قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء سيستدير كخاتم في أصبعي ويشب نارا لو رأى شخصا معي سترونه بيدي أضعف من ضعيف وترونه ما بين أقدامي كأوراق الخريف هذه ما كانت موجودة فلما الاستفزاز والهذا فصارت المستبدة جاء الابتكار وجاء الإلهام جاءت كانت بدونها فلما انضافت وسمع العمل هو قال الآن أعرف عنه ليش أنت تأجل الأغانية أولا نتحدث عن ملحمة جل جامش ملحمة جل جامش أنا بطلت أن أتحدث عنها لأنه صراحة لماذا؟ لأنك طويل ما تحدث عنها قائلة أمية حياتي كنت أفكر أنه سهل ستنتجها لكن عمل ضخم عمل ضخم كاظم دولة لازم تنتجها أنا حكيت محتاجة إلى كادر كبير جدا أنا أنجزت الألحان صار لي سنوات أنجزت حوالي ثلاث ساعة التلحيم على أساس نقدمها جزئين كل جزء ساعة ونص نقدم بعدها وراها بردت عنها بصراحة صحية بردت عنها لأن أنا ما عدت هالرغبة الكبيرة أن أقدمها كنت بوقتها كنت أقدمها بطريقة مثل فيلم طبعا فيلم ضخم جدا بس محتاج إلى يعني إلى تعويل حتى وديتها على لندن شاعرة ترجمتها كتبتها على اللحن كتبت وحاولنا يعني نقدمها الإنجليزي عربي بس بعدين توقفت عنها بصراحة طيب على الأقل حتى الآن يعني ما أعرف طيب أود أن أسألك لأنك تحدثت منذ قليل عن الحبيبة وبطبيعة الحال يعني يقال الكثير والكثير عن كاظم الساهر والنساء عامة ربما كما قلت منذ قليل صعبت حياة بعض الرجال بسبب هذه العلاقة وحب النساء على الأقل للكلمة للشخص لما تقدمه هل يمكن أن نقول أن لك كذلك يعني أنت ابن شرقي ومن دولة عراقية ورغم ذلك بعيد جدا عن الصورة النمطية على الأقل للرجل الشرقي ما هي علاقتك بالمرأة عامة أنا لو أحكي عن العراق يعني معروف الرجل العراقي كم عصبي كم بس فدعاطفة عند تجاه المرأة فضيع يعني أنا تعلمتها من والدي الله يرحمه تعلمتها كيف أشوف أخواني يتعاملون مع زوجاتهم وأنا كنت صغير أتفرج عليهم كيف يعني هكذا ترعرعت أنت في هذه الأشواء أصدقائي كيف كيف يعطون القيمة الكبيرة للمرأة يروح يسافرها بس يرجع لما يتكلم عن زوجة يتكلم في شيء مقدس تعلمتها من من أهلي يعني تعلمتها حقيقة من ناس تعلمتها هل ما يسهل ذلك أنك تقول أنا أتكلم لغة الحب تضيف أحيانا أنا في الغازة لأستاذ لا هو ما في أحد أستاذ أمام النساء حقيقة النساء مهما مهما ماشينا في حياتنا بس شيء بعد شيء بعد مفقود عند الرجل لازم يحاول يبحث عنه وهذا الشيء الجميل حتى يجعل متجدد كل يوم طبعا يعني أحاول أتعلم بطريقة حلوة أنه على الأقل لما أتكلم مع حبيبتي أتكلم معها لما أقل أنظر أشوفها مثلا مود آخر أقدر أخذها أرجحها أقدر أصير بعض الشيء على هذا الألام الغازة المهم كاذم وهل لازلت له مكانة كبيرة في عالمنا العربي اليوم يعني مثلا لو تجي على النساء إذا أخذنا كوجة نظر لأننا نساء لتكثير من أصدقائي وزوجاتهم ومؤصد عندي كثير مجموعة كبيرة رائعين ما في مرأة والنساء اللي يعدهم الحرية التامة يعني ما في مرأة من هالمجموعة إذا ما قلت لي أنا أتمنى يعني أرجح هالمرأة البسيطة في هذا البيت وأعامل بالطريقة بالطريقة التي تأخذني إلى هذا إلى عالم المنسي اللي بس نسمع عنها ونقرأه ونقرأه ونشوفه بالأفلام ونشوفه هذا أعتقد هو موجود بحياتنا بس يعني يمكن حياة صارت شوية صعبة يمكن حياة كانت الآن صارت قاسية خاصة للرجل اللي يعمل يعني صار يرجع للبيت فعلى هذا أنا مرات مثلا من أجلس مع أولادي أتحدث يعني لو أشوف مثلا بعض الكتب أقراها فأعطي خلاصة مثلا أن المرأة كيف تتعامل معها المرأة دائما عدها يعني يعني تعطي نطائح لأبنائك بهذا طبعا المرأة ما دائما تجي أنت مثلك أنت الرجل موت وكذا لا مرات بحكم مريض نتعمق يعني بأشياء الأمور الأخرى بس المرأة مرات يعني مو بإيدها لما تكون عصبية مرات مو بإيدها لما تكون حزينة بدون ما تعرف في هاي الأشياء في جسم المرأة مختلفة بعض الشيء فنحاول نتعلم عن نتعلمها ونعلمها أولادنا ونتعلم إحنا بيناتنا أصدقائنا يعني كل واحد يحمل معلومة يعطيها الآخر يفيد الآخر فيها شوية تساعد يعني على أقل لو تصير مشكلة في البيت فيك حالها لأن لما صر نحنا عندنا مشكلة عند شخص واحد لما تسألي شنو مشكلتك إزاي دين مشكلتها ما الساعد بس لما يكون عندنا شوية معلومات عن كيف التعامل نحتوي على المشاكل الآخر أحتقى ستكون أسعى تساعد يجب أن تساعد في بعض ربما مفاوضات سلام في بعض الأحيان لا أنا أيضا إنسان عندي عصبيتي وعندي مرات أندم على أشياء أعملها كل إنسان ولما أكون هالشكل ما أكون إنسان حقيقة آخر سؤال عن الشخص قبل أن نتحدث عن كونك ووجودك ببيروت اليوم فقط لن أدخل في خصوصيات حياتك بطبيعة الحال ولي احترام كبير لها كاظم لكن سؤالي تقول كثيرا أنا متعدد الترحال وحلم الاستقرار سؤال واحد هل اقتربت من هذا الاستقرار اليوم يعني تقريبا اقتربت يعني تقريبا أشوف نفسي أنه الحمد لله الآن أقرب من أي وقت مضى ونتمنى لك هذا الاستقرار كاظم طيب أنت موجود هنا بلبنان لأنك تشارك من بين الأسماء البارزة المشاركة في مهرجانات بيت الدين عامة لك قصة طويلة مع بيت الدين طيب كلمة عن هذه العلاقة الخاصة بهذه المهرجانات يعني أنا مثلا صار من تقوسي تعودت أنه كل سنة صحيح عندي ليلتين بيت الدين وليلتين مهمة طبعا وبيت الدين يعني مهرجان مهرجان حقيقة وجمهور بيت الدين جمهور صعب وجمهور حلو وجمهور يعني معرف ضواق جدا فمرات حتى شوي ندوخ لما نختار أنهم كنا أنا والموسيقيين تعرف الموسيقيين أيضا لهم كل واحد يحب غنية غني لا غني وجمهور يتصلوا ويبعثوا وأنهم نحاول نختار منهاج دائما كلا عادة نختار منهاج نجي على المسرح يخربوا والمنهاج كل حسب طلبات الناس يعني ترتجل أحيانا تغير في برنامجيكا أكثر أوقات في حفلات يرتجل لأن نحضر منهاج بس هو الرئيس الفرقة الموسيقية والموسيقيين طيبين جدا في شو يعملوا يجبون الموسيقى الأغاني كلها كثمية أغنية يحطوها على جن لأن يعرفون الجمهور سيطلب فيروحون مساكين يأخذوه ويظل يفتش وحيانا بدون بروفا بدون بروفا أغنية منسية صار بضبط فبس المهم الجمهور يكون سعيد ما هي الأغاني التي تطلب منك هادة وتكرار كثير تطلب من عندي حافية القدمين اللي هي هل عندك شك أنك أحلى واغلى مرأة في الدنيا زيدني عشقا مدرسة الحب طبعا قولي أحبك في أغاني كثيرة قصائد كثيرة أنا وليلا كثير تطلب بشكل فضيع مستبد التي أغنيتها صار لهذه السنوات كلها أغني فيها يعني يردرتها من عندها ما يخلون أبتاح حتى مرات يقولوا أنا وليلا دموا ليلا تركوها أنا متغطية وفرحانة قدمت كذلك عمل مجددا يعني من آخر الأعمال أعتقد دلوعتي صحية دلوعتي صالحتها لما بكت وتوسلت أحضاني ألقت علي القبضة مشتاقا لها فتحولت عصبيتي لحناني إن الرجال فوارس لكنما لا سلطة تعلو على النسوان جميلة جدا حقيقة يعني في الآخر تقدم دائما السلطة للنساء طيب كلمات كريم العراقي كريم العراقي بطبيعة الحل وكما قلت هذه ارتجرتها وغنيتها بالمهرجان الأخير وغلطت في تحريك الكلمات والجمهور وانتقذك مرة على طول أوكي آسف طيب أمامنا دقيقة ودقيقتين وأود أن أختم بدأنا بكاثم السهر الرجل أود أن نتحدث عن الوالد وعن الجد اليوم صحيح؟ صحيح طيب كيف هي علاقتك بأحفادك وبأبنائك عامة الآن أنا أتكلم معك هم جارسين مع أمهم في أمريكا ما شاء الله عليهم الله يحفظهم سنة وآية سنة وآية سنة وآية صوتها كثير حلو بدأ يعني الصوت بس المشكلة نقلت الهجينات لا صحيح إيه والله يفهموا بس بعض بعض الشي وهذه أكبر غلط طبعا يعني بهالعمر إذا ما يعلمهم وسام مشكلة كبيرة يعني مهم بطبيعة الحال حتى على الأقل تقوم بغنائي طبعا لا هي تغني عندي صور أنا معها هي تغني أغنية عيد العشاق أيضا كم عمرها الآن سنة الآن سبع سنوات ما شاء الله إيفاد غنيها معايا أنا على بيانو معها ونغني سوا لك علاقة خاصة كذلك ببسام وعمر كاظم أبنائه روحي يعني في كل مرة نستمع إليهم نحس بحب كبير للوالد بالإضافة إلى تقدير كبير كذلك مثل ما كانت تقول أمي هم نفس النفس اللي في صدري وأنت تقول أنه ضعيف أمام حب أبنائي صحي هو الحب الأسعب هو الحب الأصعب والأقصى يعني حب قاسي حب الأولاد حب قاسي حقيقة يعني مثلا وسام عمره كان الآن 36 سنة لو لو أخذ برد أضل يعني أحسك عمره سنة هو مو بس أنا كل الأعفاء يعني وعلاقتنا طيبة لكن أنت يعني كذلك منتعدد الترحال فربما هذا لم يسهل يعني وكان حلين أيضا الشعور بالذنب مرات لما الأبي سافرت خاصا بوقت بداية شهورتي كنا كان سفراتنا كثير كثير طويلة تكون أعتقد هذا شوية أذاني جواي خلاني أن أتمسك فيهم أكثر الآن وأكثر قريب من عدهم كلمة للختام وفي كلمة إذا سألتك ما هو حلمك اليوم قادم ماذا يكون جوابك إذا عن موسيقتي لي جواب آخر بس إذا عن الوضع العام أنه أتمنى بس السلام أتمنى إحنا دائما رسالتنا حب وسلام أنه أتمنى السلام أتمنى بس على أقل وطننا شوية ارتاح حقيقة يعني من حرب إلى حرب أتمنى أن الناس تعيش أتمنى الأطفال يعني يتمتعوا بحقوقهم أن يعيشوا حالهم حال بقية الأطفال في العالم وأنا أتحدث عن الأطفال بكل العالم يعني هو بس في أطوى بمنطقة الوطن العربي لا أنا أتحدث على أطفالنا بكل العالم يعني أن يستمتعوا بنفس الحرية وبنفس الحقوق على الأقل أنه مستقبل هذا العالم يكون بخير يعني إذن اهتموا بأولادكم اهتموا بثقافتهم اهتموا بحقوقهم اهتموا فيهم أنه حتى عقل الله تضمنون بلدكم باقي ومستقبل أفضل أما عن أمنيات الفنية الفنية أنه أنه أبقى أقدم لجمهوري أنه أبقى أقدم لهم الأعمال التي هم يعني يحبوها لأن جمهوري صحب جمهوري مشكلة كبيرة مشكلة وأنت عودته ومشكلة مشكلة يعني جمهوري مردوني يرتاح بصراحة ومرات لما عندي عمل وأعطي لي مطرب آخر تعالي شوف شو يعمل وإحنا منتظرين وإحنا 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 منتظرين وهذه أعمال لديكم كتير إن شاء الله مرة قلت يا كاثم أنك أمنيتك في الحياة أن تدخل في الذكريات والذكرة الموسيقية ومكتبات الموسيقية للعالم العربي ولجمهورك وأعتقد أن ذلك حاصل من اليوم وهذا بشكل أكيد أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى كونك أخذت بعضا من وقتك هنا في شكرا مرة شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة ابقوا معنا على فرانس بانكات خلال اللقاء شكرا